شايف الكلام الخاص فيما يتعلق بالتخفضات اللي ممكن إن شاء الله واللي بدأ حتى يشهدها السوق شوية لومين اللي فاته في بعض السلع تحديداً السلع الاستراتيجية هو طبعاً زي ما أنتو قلتو الموضوع ده يهم كل الناس ومحتاج نظرة عامة وتقييم شامل وجزئي كل فترة الحكومة أعلنت ده مبكراً للحقيقة والحقيقة أنه ده بدأ مع إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيس منذ فترة قال يا جماعة إحنا دلوقتي ده اقتصاد سوق وما بنتدخلش ولكن المنع أن الحكومة تتدخل بأنها توفر دولار بحيث أنها تقدر تزبط الأسعار يبقى فيه توازن في الأسعار نقطة التوازن ده نقطة في غاية الأهمية الحقيقة لأنه انعكسات الأزمة العالمية وكان فيه أسعار وكده لكن الناس كتعرفة وحاسة طول وقت أولاً السلع بتغلى بشكل غير منطقي بتغلى أكتر من مرة في أكتر مكان مفيش مقياس يعني السلع هنا بعشرة هنا وخمستاشر تحت مزاعم مختلفة من هنا الحقيقة الرئيس عما أشار لده وقال إنه إذا احنا بنوفر دولار وبنوفر كذا وبندعم فإيه المنع إنه إحنا يبقى فيه آليات لضبط هذا السوق إحنا عندنا اقتصاد سوق ده صحيح مفيش تدخل لي تسعير الجابرية لأنه تسعير الجابرية ثابت ثابت إنها كانت في الاقتصادات الموجهة وكان لها آليات شاملة يعني فإحنا اقتصاد سوق ولكن زي ما احنا بنقول دايما نما بنطلع برا نقول سعر السعر العادي ثابت في الفترة المعينة إنه نعكسات الأزمة العالمية آه فيه أسعار ترفع كان عندنا فيه مبالغة في الموضوع الاجتماع بتاعم بارح والحكومة من رأس الحكمة لنعكسات الأزمة لمؤشرات لأنه هذه الأزمة بدأت تتفك وده جزء كان مهم من اللي قاله رئيس الوزر الحقيقة الاجتماع بتاعم بارح كان فيه كل الآليات الأطراف المختلفة من الوزراء المعانين التموين والاستثمار والصناعة والتجارة وغيره والأجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وأنا دايما بنقول إنه نجاح أي خطط في ده بيرتبط بحاجتين الآليات والأدوات الآليات بمعنى إنه بيعندي آلية أعرف السعر العادي لإيه يعني أنا أنا كمواطن فيه حاجة اسمها رادار الأسعار إنه كمان أبلغ وأعرفه كده الآليات بمعنى أنا السعر ده عادل ولا مش عادل ما يبقاش فرق أربعين في المئة وثلاثين في المئة والنقطة الأشار اللي إيهها وزير التموين ورئاسة الوزراء كمان اللي هو رغيف العيش إس فجأة كده برغم إنه معروف إن الأمح الدولة بتتدخل لزبط الأسعار وغيره وفي نفس الوقت بنلاقي إنه فيه فجأة كده رفعوا العيش من بس هو فيه مؤشرات إنه بدأ سعر الرغيف الخبز السياحي بدأ يقل يعني بدأ الناس يحسوا شوية تحديداً فيه السعر الخبز السياحي بدأ السعر يقل شوية لكن ده جغرافية يعني بمعنى إنه فيه مناطق فعلاً بدأت بعض المناطق يتم تطبيق نوع من الرقابة فيها وفعلاً انخفض سعر رغيف العيش مبارح الكلام عن إنه الثمانين جرام بكامل الاربعين جرام بكامل المئة وستين جرام بكامل أسعاره إيه اللي انتقالات لفكرة إن أنا يبقى عندي العيش الفينو زي ما أنت قلت إنه ده مرتبط بالمدارس وغيره العيش البلدي كمان الحكومة حددت السبع سلعي يمكن أنت أشارت إليها من شوية السبع سلع لا سبع سلعي لا السكر والرز والمكارونا والفول ومنتجات الألبان وغيره دي بردو شاهد ليه إحنا بنتكلم ليه بقول آليات وإجراءات الآليات اللي هو أعرف السعر إزاي وحدد والإجراءات إن أنا أكون قادر على الوصول إلى أجهزة الرقابة بسرعة والإبلاغ والحصول على نتيجة ثم تطبيق القانون